السلام عليكم ورحمة الله اليوم توقعتنا على يوم السبت 18 آذار مارس طبعا القمر موجود في برج الدلو هو الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة توطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 4 و 27 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الدلو معناته منشعر أنه بحاجة مثل التغيير الروتين عدو هاي الوضعية ما بدنا الروتين بدنا تغييرات اليوم بيكون منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عندنا اليوم زاوية جديدة ظهرت على الساحة وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو طبعا تأثيراتها من اليوم 18-3 بتبدأ وبتستمر لغاية يوم 20-3 ثروتها يوم 19-3 في تمام الساعة 3 و23 دقيقة صباحا هاي الزاوية بتزيد من حدة ذهننا وحدسنا ونقدنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا أيضا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المريخ وهاي تأثيراتها طبعا مستمرة لغاية يوم الغد 18-3 فبيسود شعور بضيق الصدر فما بنتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ في وجه أي شخص ممكن أنه ينتقدنا أو يعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة فعلنا بكشف عيوبه وأخطاءه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي مستمرة لغاية يوم 20-3 يعني هاي زاوية بتعزز قدرتنا الفكرية أو قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبتزداد التوجهات لإجراء اتصالات وتنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي مستمرة لغاية يوم 23 هاي زاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وتضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي مستمر تأثيرها لغاية يوم 24-3 طبعا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وبسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبالدل على قيام حكومة ما أو تعرب بعض الحكومات لها نوع من أنواع التحولات اللي تعتبر أو تغييرات الإيجابية وبرضو بتزيد من الاستثمارات والتطوير للبنية التحتية في بلد ما والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها مستمرة ليوم 18-3 برضو هاي الزاوية هاي بتدفعنا للعنف وبتجعلنا مزاجيين وعدوانيين وعصابيين جدا وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بسبب خلاف أو تسببنا خلاف في حياتنا وحلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها ليوم 23-3 طبعا بيسود جو من التوتر والعدوانية بسبب هاي الزاوية لازم أو يتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها أي الزاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط وممكن نواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء كان رئيسك أو شريكك أو عدوك وممكن نشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب بسببها وبرضه بتحتاج لإظهار شجاعتك وإصرارك ومثابرتك عشان تقدر تنجز أعمالك ومن المهم أنك تستخدم طاقتك بشكل إيجابي وبناء وأنت تجنب العنف والمخاطر أو التسرر كما أني بنصح الجميع بأنهم يحافظوا على هدوهم وصبرهم وأنهم يستمعوا لأراء الآخرين بينفتاح واحترام طبعاً هي إلها تاثرات دولية ذكرناها في الأيام الماضية إنها بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة والاحتجاجات والعنف وبرضه بتدل على أن الحكومة ممكن أنها تميلة ممارسة سياسة قمعية لفرض منفودها وسطوتها وبتدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة الطبيعة برضو إلها دور في أمور إلها علاقة بالزلازل والحرائق والانفجارات الطقس المتقلب لأبعد الحدود يعني بمعنى أنه بصير الطقس يا أمطار يا برد يا حم يا حرارة جداً يعني ما بيكون محزور عليه بيسموها حالة عدم الاستقرار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون ومستمرة لغاية يوم 19-3 طبعاً بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز بتنخفض طاقتنا بيزيد عنا الشك الخداع الفضائح وبرضو بتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً إنهم بيكذبوا علينا وممكن تشعر بالذنب يعني بتذكر إشي أو أذية أذيتها لشخص بالماضي بتذكرها فبتشعر بالذنب منها بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن في هذه الفترة أنهم يتناولوا أدوية بطريقة خاطئة أما دولياً فهذه الزاوية بدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية أو المتطرفة بمعنى آخر وممكن تشهد هذه الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة والصحة وبرضو بيكون من الصعب ملاحظة مصادر المشكلات أو مجابهة المخادعين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين نبتن وطبعا هاي مستمرة لغاية يوم التسعة عشر ثلاثة طبعا هي فيها نوع من أنواع الامتزاجة ما هي بتزيد من حساسيتنا من حدثنا تعاطفنا مع الآخرين وبرضو ممكن تخلينا نهتم بالروحانيات والخوارق والإبداع أكثر ولكن ممكن يصعب علينا التركيز على المسؤوليات العادية أو تمييز بين الوهم والحقيقة وبتجعل بعض يعيش في أموه وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر طبعا عندنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري طبعا تأثير هاي الزاوية رح يكون طيلة النهار هي دروتها ساعة 24 و 26 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبرضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما دوليا فهي بتدل على حالة من الاستقرار والأمن والتفاول في الرأي العام وخصوصا للمجتمع وزيادة في مداخل المؤسسات المالية والبنكية والنجاح العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي برضو تأثيرها طول اليوم ورح تستمر لغاية صباح يوم الأحد طبعا هي ذروتها ساعة أربعة وتسعة وأربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا من ناحبه باتجاه سلبي وبرضو هاي زاوية بتدل على الاستياء في الرأي العام ممكن هيك يصير فيه تضييق على الحريات وبرضو بتدل على وقوع حوادث مفاجئة لها علاقة طبعا بما أنه أورانوس فالحوادث هاي بتصير داخل الجماهير أو التجمعات أو التكتلات البشرية الله يستر طبعا ما بدي أذكركم لا تحطوا لايك ولا تحطوا ديسلايك ولا تشتركوا بالقناة ولا تلغوا اشتراككم ولا تعملوا أي شيء ما رح أذكركم بهذا الموضوع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا عنها بطت الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هدولة الأكثر حسسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية واللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي راجع الطبيب ويخذ العلاج المناسب طبعا هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن يعني الجراحة شوي عليها بعض التحفظات ولكنها ما في أي مشكلة للجراحة هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد طريبا بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 25 يوم في تمام الساعة 41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره 26 يوم نسبة الإضافة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 منتحسة بنسبة 15% القمر في الدلو حتى يوم 19-3 منتحس الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% وفي ساعات المساء بترتفع نسبة السعادة لـ 30% عطارة في الحوت حتى يوم 19-3 منتحس بنسبة 50% الزهرة في الثور حتى يوم 11-4 سعيد بنسبة 20% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة يعني العلاقات الاجتماعية هي اللي طاغي أكثر شيء على موليد برج الحمل اليوم ما بين لقاءات واتصالات وحوارات ونقاشات وبتقدر اليوم تطلب المساعدة من أحد الأصدقاء أو أحد المعارف لأنه ممكن يساعدك في أمر ما أو يكون حليف لإلك اليوم في نوع من أنواع التحالفات ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم إشي أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل كله له علاقة بالعمل اليوم تركيزك على عمل وعلاقتك بالمسؤولين طبعا وهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو أهم إشي أنك تقدم أفضل ما عندك عشان تقدر أنك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو المسائل العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية يعني فيه شوية صعوبة ما فيه داعي للمجازفات والمغامرات وعي شيء بشوه السمعة ابعد عنه برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم أيضا بالتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا القمر بما أنه في البيت التاسع ماناتوا الاتصالات والحوارات والامتحانات واللقاءات والندوات والرياضة والقضايا القضائية والعاطفة هي اللي بأوجها اليوم تلتقي بآراء وبوجوه وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيطك اليوم وممكن نتعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصاعد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة التركيز كله رح يكون على الأموال اللي في شريك بينك وبينها يعني بنك ضريبة تامين ميراث أشياء هاي من جهة أخرى اليوم برضو بيحمل لك فرصة لمكسب يجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل ما بينك وبين المقربين لا إلك حاول أنك تسارع لتقريب وجهة النظر وبرضو باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع يعني بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو تسوية مالية مثلا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود مقابلكم تماما فهو بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة تدعيم الشراكة توصل لاتفاق ما بينك وبين الزوجي الزوج الحبيبة يعني تعملوا حلول وسط لبعض الأمور أو تتفقوا على خطة معينة هذا اليوم مناسب لتدعيم الشراكة وتعزيزها ومن المناسب برضو اليوم أنه يكون فيه نوع من أنواع التعامل اللي بيتطلب تعاون من طرف آخر ولكن ابعده عن أي حدية بالطباع أو الخلافات أو المشاكل لأنه مش لصالح أحد اليوم حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً رح يبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً اليوم حاولوا أنكم ما تتغيبوا عن عملكم وركزوا بإنجاز أعمالكو لأنه شوي هيك بيكون تركيزك مشتت أو متوتر بسبب حدث ما إلى علاقة بالعمل أو الوضع للعمل فاليوم بدك تتركز بشكل جيد حاول أنك تنجز فقط ما بوسعك من عمل دون المبالغة في ذلك وبدك تنتبه لغذائك وراحتك حاول أنك ما تسمح للواجبات بأنها تتراكم يعني ما تحاول أنك تنجز عملياً في نفس الوقت ركز على عمل واحد عشان تنجزه بشكل تام وحاول أنك برضو ما تخليه تراكم كون أكثر تنظيماً حاول أنك تحسن إدارة الوقت تجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي طبعاً العدوات مع زملائك بالعمل حاول أنك تأخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم من الأجواء المميزة بالنسبة لموليد برج الميزان لأنه القمر موجود في البيت الخامس عشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وغضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية اليوم إشراقتك حضورك جمالك طاقتك كلها هاي تسحر الكثيرين الجو مناسب لتلبية الدعوات برضو والعلاقات الاجتماعية أو علاقات الأصدقاء أو حتى العلاقات العاطفية باستطاعتك المبادرة لأنه الظروف ملائمة لا تقرب من الأحبة والمصالحة مرضو لتكرار المحاولات الأمور اللي ما مشت معك في الأيام الماضية اليوم ممكن تكون لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصط الأكبر من تفكيركم خلال هذا اليوم كل التركيز رح يكون على البيت وعلى العيلة والمسئوليات والأعطال والترتيب والأعمال المنزلية أو استئجار بيت ترحيل بيع عقار شغلة من هذا النوع اليوم برضو بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بالتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ما تدخل بمشاكل حادة على مستوى العائلة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم بشكل كتير كبير منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو رحلة أو مثلا تغيير جو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ مع جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر عالي جدا وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة اتفسر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات في منكم رح يهتم بموضوع العلاقة بسيارة صيانة تصليح يشتري سيارة مثلا أو أجهزة إلكترونية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو الإسراف بدون وعي أو حتى المغامرات المالية ممكن تعالجوا استحقاق مال اليوم أهم شيء ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمع خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء التفاؤل عشان تقدر أنك تحصل كثير من الأمور اليوم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود لأن القمر صار موجود لعندكم فالطاقة والحيوية والنشاط عالي جدا وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة لدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر يعني بمعنى آخر اليوم عندك فرص كثيرة لازم تستغلها لأن حضورك وطاقتك وسرعة بديهتك وإقناعك ممتاز جدا وحتى على المستوى العاطفي يوم مميز برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود في بيت المتاعب إلى غاية بكرة فعشان هيك بدكوا تحاولوا قدر الإمكان أنه يعني تديروا بالك لأنه اليوم رح يسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود وخصوصا أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاولوا انكوا تحاضروا من البدء بعي شيء جديد أجلوا الموضوع لبكرة لحديث ما القمر يوصل لعندكم ولا تسمح للقلق والشك أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط ونظم أمورك وضاعف مجهودك قدر المستطاع عشان تقدر تنجز بشكل روتيني طبعا شفتوا لا ذكرتكم لا باللايك ولا الديسلايك ولا الكومنت ولا الاشتراك ولا هذا أنا شاطر اليوم عشان اللي صار يقولولي بس ظلك يحكي اشتراك ولايك ومش عارف إيش هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أنت aparecer بحفظ ورعاية الله وحفظه شكرا